موسيقى 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 أنا اسمتي فاطمة بنت الحج مصطفى الكرد اسم عائلي الكرد بنت من الحمد نسكن في دوار الشليحات أولاد بن عريف جامعة السيدة في توفى بالوليد ديالي عام ثمانية وعام ثلاثة ثلاثة وثلاثة وثلاثة وكنت ساكنة في داربوية وكنت نخرج للسبلية أنا خدمت ومن يجيت سكنت نادر أخويا وأولادو وسراحو وكلشي ومرضو دغلوية وهدمو البيت وبشي ادعيتمو هالصورة هاي وضربوني وتكرزو عليا وكلو بدي ضربوني كامل يدارو فرمات ودارو كلشي ودور عايش شوهنا تنطربو تنساها وفي الشارع ومن بعد أولد أخويا أشخاقي كربصني وضربني في الليل وخلاني أنا بيتها في النادر وضربوني وكربصوا وقالوا مرة أخويا بتحويل جثي أخوني رجائدين وأقول لي يا ابو ياهو والسكنة أقول لكم منوعة سكني ومنوعة دي لدوارو تعاشا مصلت وحديد ومشي تغير فيه ملني وقد أتحويل أعطيت لمرة أجلو 6.000 الاشهر و3.000 ديال الدو أولا تكون نهار جي عندي تقولك عطني مئتين أعطي نسمعتني بسبب اليوم أعطي نهار جيدي عطي نهار جيدي قتلي أعطي نهار جيدي قتلي أعطي نهار جيدي تلتة ألاف وحد المرادة السنة لي بغيت دابت عطيها لفوقت عطيها لقدت لو دينار ما عندي إش دابة قال ما حلصك في الشهر ما عنديك ما تساليني وقالو ما عطيها لك ماشي بني يجي نعطيلك قتلي ندخل عليك وليدي فرشخوك ويدقوك قتلي عنك دبابون وقتلي عنك الحواج وصيري المحكمة داك الشي اللي وقع دخل علي أولادة ودخلت علي أبنتها ودخلت علي أولادة جوج وهي الرابعة وقل سفرشخو فيها وخرجت أربانها للشاري عطحت في الشاري جتلى بلاد وززتني بجيت للطبيب معاوجة عماتان قتلش ندير ما دانا ربي قلاد ولا أولو وخرجت في عائلاتي جيت بقيت مش ترده في الشاريات الناس هذا المبضر بقيتنا بجيت ندر الدعوة مشيت المحكمة در الدعوة قايدنا مشي ونجي مدد مدة شهر عامة تلت شهر ولأربعة شهر وانا مشي ونجي المحكمة وعط النار انا داخل المحكمة ويقول لي يدك اللي تيجي من الشركة خدام عندهم قال لقا منوع دخلوا المحكمة قلت له انا عدي دعاوي دي البلاد ودعوة دي الدار وهدي في نساكنة ودبا قصين دخل قال لقا قلت لك منوع بإيد الواكل عطنا الورد ما تدخلوا المحكمة قلت له انا أخصي ندخل بحكمة باش ناخد حقي شدني الولية دراعي بقا يتنغوت درني في دراعينا دير العديد دير العديد اللي دي مارزي لك أخوي هاد زورا مارزي لك أخوي ويبا قلت له العديد فيه شدني بركي دروفية دخلوني لكا بسدو عليا دوني يكتموني لكا دوني الحبس دخلوني للحبس دخلوني للحبس بقيت مرعبش ثمني يام جاوني ستادي القاردينات بالمدير وسات خرجوني دوني الوعد الدوش في اللي دوشو سدو عليا داروا لي المينوت وبركو يضربوا فيها ماش دردانات عطانة مواطعي ناوود المغرب ما بغيت نبعديني ما بغيت ندرجسية أنا الحب مريكي وعشي على جلالة المريك والله رحم الله وللحسن ومني كان وللحسن عيب وأنا نجري وما بغيت ناوود وطلب الله وجلالة الملك عاد صورتي عودة هناك عاد صورتي هناك طلب الله وجلالة الملك يبقى بمعي هات مشكلتي هلي فكرية للملك انت واحد مبغى يبقى لي هم مشكلتي يا ناوضي عقا والدوار عيش كله واللي يقدرتي معي فرشخيك ويضربك ونشي المعكامة وما كينحك أنا بزوقة بالله وفيكم وأنا ما توقفوا معي أخوتك أنا بجردة بشارع تلناس بشارع أنا مواطنة مغربي أنا ما عندي عقب المعكامة وشاردولية بأن أنا تنطعت المخدرات وتنطعت السكرة وتنطعت الحاجة اللي مهم زيانات وأنا سهولوا عليها وديروا عليها بحثوا لدينا عرضي لحبس أنا حبسي مواطنة أنا هات الناس بغى يوصغوني وصغوني اللارب حكاة أنا اللي وصغتني ادخلت للحبس لتسعينات انتقلوا مشيت نشكي تصويرها هاتي انتقلني رسبيطار قال الحمق وقالت طبيب وضعت له الباسبور قلت له أنا أنا تنخرج مرار أنا ما عندي أتشرة أخويا قلت له أخوك بغى يدرك اللعبة وبغى يسيطر عليك باش ما تتخذيش الورث واليوم ما بنتي ما عندك وانو سيري في حالك بشيت في حالاتي غا تصويرها هاتي باش بشيت عدواك للعام دي رسطات وصيفتني عدواك مادر معي تحاجة مجدوش نار دي الحبس شكيت بيه الله ياخد فيه الحق هو اللي تياخد الحق مولانا اللي تياخد الحق واليوم أنا ما عندي دواعد عندينا الملك جلدة محمد السادس مصر الله وشعبي ووطني أنا نبغي وطني ونجي دايما الوطني وأرض جدودي وأرض والدية وتكلت بيه وما عندي حق نعيش بيه وهذا الوقت المحكية فعند اهتهماتني بأنني أنا بربم زينة وأنا سولوا عليا وبحتوا عليا وأنا رجيتوني بمزينة شكوا عليا بش بغيتوا ونطرم جلدة الملك توقف معي لا شافني أنا ما بغيت نبد الديني وما بغيت نجي مع النصارة بغيت أرجع للبلد الجدودي وبلاد والدية وبغيت نلقعة نموت في بلادي ونموت أحد الملكي وأنا نحب الملكي ونحب ونحب وطني ولكن ما ما خلنا ونعيش الدرويش من يعيش كل شي درنا وانو ما كنت عاشا واليوم أستاذ تديني درنا القيسمة والميلف وما ما ما درنا ما درنا دكشيف قانون وما نفدلين موالو من ربعة وتسعين وحنا ما عرفنا ما فيترين موالو من يجينا تشوفه جيد بغيت نبيع وعد الارض نبيع بجر ندير معان بنتقرر قالوا لي هذي ما هذي تديني بقي معاك قلت نو أنا أستاذ الله يحمل يديك عطاني التنازل قال لي ما نعطيكش التنازل قال لي ما نعطيكش التنازل قال لي ما نعطيكش التنازل سيري فين بغيسي ولا بغيت نعطيك التنازل أعطاني مئة ألف فأنا ما أعطي مئة ألف دابات ساعة أنا عام ونانا وانا مش اردى بشاري عام ممشي تسبليون عام قال لي نتخدم تعلمه ونخرج مع الباب قلنا المحفظة وقلنا ما محفظاش ونادي أخويا قبل ما يموت أخوتي بتلقاتخ بجوش قبل ما يموت أخوة عبد المجيد وعبد عزيز وعبد الرزاق والدخويا نادوا داروا الشهود من الدوار وداروا الشهود وداروا بنا ندار البلاد حوز وملك وداروا أحوز وملك وداروا الوراق بالزور ومشيت للمحافظة باش ناخد الإرادة جدي ما بغاش اعطيوها ليا في المحافظة قالوا لجمانا ما نعطيوهش لك باش نشوف الأصل الأرض ديال من ديال جدي وداروا أزور وداروا مرتخويا باعت عشرة الخدامة لأولاد عمه وباعت الواحدين قرين باعت لهم خمسة الخدامة ومشيت للمحافظة باش نتيتعرض قالوا لجم المحافظة منوع قلت لهم واش ممنوعش الزور ممنوعش تكذوب منوع غير اللي بشي هدر على حقود قولوا له منوع وانا امرأة وحقرتوني وما باش اعطيوه نيوالو جيت فعلتي وده بدن طلب الله ومجللت الملك توقف معي انت اللي انت اللي ولادك هات الشعب كامل ولادك يا ربي على وجه الله والوالدين وربي هو اللي اللي يخلصكم ويزازيكم اللي وقفتوا معي أنا رانعيتي ما ومع عندي عاد وبنت عائدة ووالدية كانوا مع المخزين وكان ابويا مقاويم وبغال لا شرف وجوه واخد المعاد دولا حتى مات مشا عند سيد ربي وكان يحب ملكو وكان يبغي ملكو وكان عدو شرف كبير ونطلب من الله ومن الدولا هي تعاوني الناس اللي يخافوا من الله واللي تبغي أن أولادهم ما يطلق منهم سيد ربي وتعرفوا سيد ربي يوقفوا معي في سبيل الله أنا وشاء الله عرأي ما عندي عادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر